أسعد الله وأوقاتكم إخواني أخواتي بكل خير صحة رمضانكم إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن حال اليوم طبعاً أزوف تحية كبيرة لمتابعاتي في الأغواط ميلا بسكرا بيتنا كذلك إلى إخواننا اللي تابعوا في يمين المغرب الكبير ربي أحفظكم إن شاء الله تونس المغرب ليبيا كذلك العراق بلا ما ننسو جيراننا عفواً خنشلة وكذلك وادزوف قسنطينا وسطيفية لي دائماً يخلو لي واحد لي كوماتر يهبلو 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 نحبك من ربي أحفظكم إن شاء الله بلا ما ننسو الجنوب طبعاً كامل اللي ديما نلقى منو يعني تعليقات رائعة جداً كامل الصحراء يعني نسهم طيبين جداً جداً بلا ما ننسو البيض ورقلا كذلك أم أكرم أم فجر أم محمد تيارة الجلفة خاصة الجلفة يعني مع عمري لا ذكرت هذه إني ننسى يذيروني كذلك البرج والعاصمة وقلمة وهران مستغل ميلة إن شاء الله يعني منسيتش لبنات لي خلو لي طريقات على فيديو الأخير ولكن بإذن الله في كل فيديو رح نذكر ولاية الوطن اللي دائماً تدعمني ونشكركم بزيز ونروحوا الآن إلى نظام طبيض الجسم هذه الأشيح نعطيها لكم اليوم هي تجربتي الخاصة يعني والله أنا كني ندير حاجة نفرح كي تنجحلي بها نعطيها لكم أول حاجة رح ننصحكم بهذا القوماج رح يدير غير عشرة لاف فرنك كنت توريته لكم مرة اسمه رح نقرب شوية اسمه روجيلا يدير غير عشرة لاف هذا القوماج ما هوش يغسل وإنما يعطي طرطيب رائع جداً هو يغسل مفروض بصح كنا نسحب ترغوين وجهنا يكون وجهة دهني أنا بشرتي معتدلة ولكن حساسة مختلطة يعني محتاج الوحد كيف هاك هذا يدير عشرة لاف هايل فيها رائحة روعة العسل إن شاء الله يعجبكم إذا اللي بنته التبييض هو مشكلة كبيرة لإنه كل واحد عنده جفاف في البشرة إذا طلطول تولي عنده الأثار وطلطول تولي عنده الجفاف والإسميراء لذلك اليوم احنا نعطيكم يعني بعض الأشياء اللي حتخلي بشرتكم من هنا للعيد تخلعوا رجالتكم عفوان رح تخلعوا بدا الصح هالمهم مش رح نديرو أول حاجة نبدو بمقشر الشبا جيبوا الشبا حقوها على الحيط ولا على حاجة هاك تكون حرشة حتى تولي هاك ناعمة دخلوها في الموح وحقوها حتى تولي هاك يعني تقدرو تقشروا بها بعد ذلك تدهنوا جسمكم تبلوه كامل وتدهنوا بصابون الطرف مش ترغنوا تدهنوا فقط يعني كأنكم تهوتوا عليها وجيبوا هذي حجر الشب وتبدو تمشوا على الجسم كامل خاصة المنطقة الحساسة هذا المقشر رح يخليها زجاجية صدقوني طبيضة درجة ما تصوروا هايش المرحلة هذي وش اسمها اسمها تقشير الجلد الميت وإزالة الأوسخ العالقة وإزالة الدهون يعني بمقشر الشبا رح تنحوا كامل هذي المشاكل كملوه طلطول لأنه الشبا شوي تجفف الجسم موش هنديرو رح هنديرو كنت حاطت لكم مقشر ونجح معانا الحمد لله اللي هو هذا وكامل بنات اللي جربوه قالوا اللي ينجح معانا اللي هو هذا أي كرام عندكم أي كرام عندكم تزيدولو السكر ملعقة من أي كرام عندكم أنا استعمل ديما وعجبني مع ملعقة سكر وطبقوا طفرقوا في جسمكم أو في المنطقة السمراء حتى لين يعني هذاك السكر يذوب ويختفي ثم تخلوه هجف تعاودوا تزيدوا تحكوا 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 بطريقة دائرية هذي الطريقة وش حدير رح تنحيكم الجلد الميت ورح ترتب ليكم البشرة ورح تقضي تماما على أي حاجة تكون في الجسم خبية لداخل رح تخرج هنا وش يعني وش جرى ليكم أول حاجة نحيتوا الجلد الميت والأوساخ ورطبتوا البشرة وقشرتوها إذا نحن جهزوها إلى الخلطة الصابونية هنا لبنات كما تشوفوا عندي الحلبة المطحونة ناعمة رح نزيدها فوق صابون كنت درتو ذوبتو صابون الطرف فقط يعني هاوليكم هاهي تولي عندكم خلطة كما هاك وش نديرو رح نروحوا بعد لأ عملنا هذه الخطوات نحكموا هذه نحطوها على كامل الأماكن ونخلوها تجف لكن فقط تخلطوا الصابون ذوبوا صابونة كبيرة يدوف يطرف فقط لغير ثلما بعد ذلك نحوا منها كل مرة وانتستعملوا ملعقتين وزيدوا عليها شوية الحلبة ما تخلطوش خلطة كبيرة تخلوها رح توري لكم واحد الكارثة أنا مرة خلطت وحطيتها نسيتها ويما تقول لي وش كانت دار فارحاناتنا ونقول لها صيقت ويتقول لي ممكن بابو وصخ نقول لها لا لا أرا فاش بنت الأخت هذي صابونة قيتها يارني كاريتا المهم خلطوا دائما ذوبوا صابونة كبيرة نحوا منها ديما ملعقة زيدوا لها نصف ملعقة حلبة خلطوها جيدا كي منها كيف أنا اليوم بدرت هذه ليا وابلكوها للجسم تحكم كامل خلوها تجف وانتو ما في الحمام ولا في الدوش تحكم خلوها تجف خمسة ولا سبعة دقائق سيدي لنسي مزوبة وابدوا أفركو بيدكم راح تشوفوا بياض رائع من أول مرة إن شاء الله ونروحوا مباشرة الآن إلى الخلطة الأخرى لأنه ممكن الحلبة ما تساعدش ناس يعني يكرهوها ويكرهو ريحتها راح نعطيكم الخلطة الأخرى اللي هي بصابونة زير وكرر لازم صابونة زير ما هوش صابونة المغربية صابونة المغربية حنحط لكم خلطة أخرى به صابونة زير يجيكم منها كشوفوا اللونتاعة وجاي على كراميل راح نحط جزء ونرجع لكم إذن اللي بنات كما قلت لكم صابون تزير يتباع يدير الخمستاش نال في هاوليكم جاي هكي الكراميل حطوا منه جزء نهالي جو راحي الحمام هذه الخلطة تقدو تخلطها نرمال لكن أنا نحب كلش يعني يكون فريش وطعزج راح نضيفوا عليها الناشا ونخلطوه ونرجع لكم إذن اللي بنات هن يخلطها هنا بسرعة شوفوا تتحصلوا كأنها كرامة هذه صابونة وهذه وهذه كيفاش نستعملها والخار كيف نستعملها هذه كتاعة الحلبة للناس اللي عندهم اسميرار شديد داوموا عليها مرة إلى مرتين أسبوعيا لكن هذه الخلطة تعنشاء وتع صابونة زير كما قلت لكم هذه تغسلو بها ديمة يعني مثلا قبل لترقدي يكونوا عندك اسميرار في الركبتين يكون عندك اسميرار في الكوعين أو في الفخيضين أو أكرم كلها بين الفخيضين أعملوها ديروها خلوها تجف شوية وبتو أغسلوها عادي جدا راح تبيض لكم المنطقة لأنه نشافي تبيض عالي جدا لكن كما قلت لكم إذا كانت البشرة جافة زيدولها زيت الجليسيرين نقطتين إلى ثلاثة وزيت اللوزة الحلو لازم باش صابون ما يجفكمش البشرة تعاكم أكثر إذا اللي بنعت هذه الخلطتين وش يحتاجوا وبعد لتكملوا تخدموا بيهم لمدة أسبوعين إن شاء الله حتشوفوا نتائج رهيبة خاصة صابونة الحلبة هذه يوحدها تاع الصح وخاصة مقشر تاعنا اللي هو هذا تعديمة كي لقيتوا يعني الكريم هذي شروعها تدير غير عشر لاف أو خمسة لاف عند الناس يبيعوا بالقرو هذه تعديمة مع السكر مع التوش تستغنوا عليها صدقوني رائعة جدا وكل اللي جربها كي حطيتها قال لي صح راه نفعتني الآن آخر مرحلة بش ما نطولش عليكم اللي هي الترطيب الترطيب لازم ديما تجيبوا قارورة زيت الجليسيرين وقارورة من زيت اللوز الحلو تخلطوهم في علبة كي من هاك مثلا قرعة ولا حاجة وتبدو تخدموا بيهم الجسم بعد لتكملوا هذا الروتين ديروه مرة ولا مرتين أسبوعين بش ما تتعبوش ترطبوا جسمكم بزيت اللوز والجليسيرين وصدقون يحشوفوا يعني نتائج رهيبة بإذن الله الآن لابنات آخر حاجة رح نقولها لكم أنتم كيت تدوشوا أكيد رح تنحوا الشعر كيتنحوا الشعر تاعكم أنا هنا وش عندي رح نوري لكم هنا عندي الملح الخشن وش ندير نهز كمشة كبيرة نحطها في الماء تاعة تشلال الأخير عليه لأنه تديروا الملح الملح هذاك رح يقضي تماما تماما رح يقضي على الشعر الزائد لأنكم نحيتوه وقعدتو في الملح رح يقتلي من الشعر وبإذن الله رح يطول بها غرجك من الشعر بالتالي بيضتوا الجسم تاعكم نحيتو الشعر قضيتوا عديه يعني في فترة وجيزة وبإذن الله يعني طلقوا نتائج رائعة جدا اللي تحب تبدأ بصابونة تنشا تبدأ واللي تحب تبدأ بصابونة الحلبة تبدأ لكن من الأحسن ناسي عندهم إسميرار شديد يبدوا بصابونة الحلبة ومن بعد يديروا هذي وممكن جدا يستغنوا حتى على هذي كي تشوفوا النتيجة وتهلوا في رواحكم إن شاء الله يا ربي ديما تكونوا في أحسن حال تحية طيبة وديما ثقة أمام زوجها وأمام خطيبها وأمام الناس يعني مليح يكون الإنسان عنده جسم ناعم أبيض خالي من العيوب أيضا هذه الخلطات تنفع للوجه تنفع لأي مكان أكرمكم اللاحظة المؤخرة يكونوا خرجوا حبوب يعني حبوب الدورة ولا حاجة تنحاها مليحة ياسر إن شاء الله ياربي يكون الفيديو تعليم كان مفيد لكم ترقبوا قادما بضع ميل عوجات رائعة جدا حننزلها إن شاء الله رب يعطيني صحة فقط إني نقدر نخدم وننزل لكم في الموعيد المضبوط تهلوا في رواحكم نحبك نحبك نحبكم والسلام عليكم